واليوم إحنا يعني زي موضوع أو عنوان الحلقة أنواع التبرير قبل من فوض كمان يعني في كيفية التبرير إذا ممكن تشرح لنا عن أنواع التبرير أغسامها أسيس نظهر عندك أولاد أو بنات عندك ولد افترض رحت وانت بتبحث له عن عروس لجيت عروس من عائلة ورائعة جدا مشرفة وطبعها رائعة جدا بس بتخطئ كتير مش هتقدر توافق طيب رحت لعروس تانية من عائلة مشرفة جدا بس طبعها رديء وأخطاها كتيرة ده بيجي عندك سببين للرفض أخطاها كتيرة وطبعها وحش فمش هتوافق رحت لعروس ثالثة من عائلة تعر يعني عار يعني ما تقدرش تنسل هذه العائلة ده عار افترض عائلة كلهم نصبين وأشرار وصرقة وكذبة وخبص العائلة غير مشرفة وهي طبعها وحش وأخطاها كثيرة طبعا مرفوضة تماما أنا بقول كده ليه؟ لأن الله عندما أراد أن يحضر عروس لابنه العروس دي اللي هي إحنا مصبور خطاياها كثير فمحتاجها تبرير خطايا وطبعها رديء فمحتاجها تبرير من طبعها وعائلة ساقطة لها عائلة آدم فمحتاجها تبرير من العائلة فدول تلات أنواع من التبرير بتشرحهم لنا رسالة روميا حالا خطاياي اللي ارتكبتها فأصبحت موذنب قدام الله وموجودة في الصحيفة الجنائية الخاصة بيا قدام الله فهنا أنا محتاج تبرير من الخطايا التي ارتكبتها ده أول شق لكن يتبقى أن طبعي فاسد من طبعي الخطايا السكنة فيها فأصبحت طبيعتي فاسدة معوجة لا يمكن أقدر أعمل شيء صح فأنا محتاج تعالجني من طبعي وهنا الذي مات قد تبرأ من الخطايا في روميا 6 نعم لكن أيضا أنا من عائلة ما بتشرفش ما بتشرفش عائلة ساقطة بتكره الله عائلة آدم عائلة الإنسان في الجسد الإنسان تحت الخطايا الإنسان تحت حكم الموت فهنا الله برأني من العائلة وده يسميه في روميا 5 تبرير الحياة عشان كده أنا حاليا جدام الله بار من جهة خطاياي بار من جهة طبعي الفاسد الداخلي ده اللي بيقوله بوليس اللي بوليس بيشرحه في روميا 7 لست بعد أفعل ذلك أنا بالخطايا السكنة فيها رقم 3 أنا من عائلة مشرفة أنا من عائلة الله عائلة مش عائلة في آدم أنا عائلة من يقال عنهم في المسيح ودي الكل إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح ده التبرير من العائلة أنا مش في آدم أنا في المسيح وكوني أنا في المسيح إذن الحياة اللي تتسر فيها هي ذات حياة المسيح دي مش حياة مدانة أنا دايما أقول عشان شرح القصة دي افترض لجي تعروس حلوة جدا 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 أخلاقها حلوة جدا طبعها حلوة جدا بس من داعش هتوافق ولا مش هتوافق مش هتقدر توافق ليه؟ من عائلة لا تشرف نفس القصة حتى لو أنا صالح وطبعي فاسد أنا من عائلة من عائلة محكوم عليها بالموت عائلة تحت السيادة الخطيئة والموت لكن أنا مش بس من عائلة فاسدة اللي هي عائلة آدم لكن أنا أيضا طبعي فاسد الخطيئة السكنفية وأيضا أعمالي شريرة وهنا ثلاث أنواع من التبرير فعشان كده زي ما كنت بتقول التكلفة التي تكلفتها السماء مهولة ليه؟ عشان العروسة دي هبرأها من خطيئها وهبرأها من طبعها وهبرأها من العائلة لتصبح بارة من جهة خطيئها بارة من جهة طبعها بارة من جهة عائلتها ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لغضنا فيها ولا دنس ولا شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبالعائلة له كل المجد له كل المجد فإذاً هاي أنواع التبرير اللي تكلمت عنه باختصار شديد واو يعني هاي الإنسان محكم عليه يعني من الآخر من التلاث نواحي من التلاث نواحي من التلاث نواحي ما بيقدر يرفع راسه ولا من أي ناحية من جهة أعمالي أنا مزنب وعندي سجل خطايا من جهة طبعي عصبي وغضوب وفاسد ومعوج وخبيث الفساد الداخلي للطبيعة البشرية من جهة عائلتي عائلة سقطة موسيقى 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 موسيقى